غزة الصامدة غزة الأمل وفي آخر المستجدات والأخبار تتواصل الغرات المكثفة على أهلنا في قطاع غزة طيران الاحتلال يقصف منازلا في تل السلطان برفح هذا الصباح كما أنه توقف أول مستشفى في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاذ الوقود وهو المستشفى الاندونيسي التي انقطعت فيه الكهرباء ليلة أمس أيضا في الضفة حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الليلة الماضية طالت حتى فجر اليوم ما لا يقل عن أربعين مواطنا بحسب إحصائية أولية نتابع هذه التطورات وأكثر مع ضيفي في الستوديو ورحب فيك الدكتور عماد رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس أهلا بك دكتور عماد صباح الخير صباح الخير وتحياتي لك في هذه التغطية معنا المتواصلة لما يجري من عدوان متواصل لليوم الثامن عشر على التوالي في قطاع غزة يعني كيف تتابعون في مركز شمس يعني هناك العديد من الجرائم التي ترتكم بحق ابناء شعبنا من المدنيين من النساء والأطفال ومن الصحفيين حتى هذه اللحظة عشرين صحفي ارتقوا من بين الأهداف التي الاحتلال استهدفهم فيها في قطاع غزة أيضا هناك نسبة 63% من مجمل الوفيات هم من النساء والأطفال ولا زالت الغارات المكثفة على المنازل التي تقصف على رؤوس ساكنيها السؤال أيضا دكتور عماد قبل أن تعلق ببداية عن الوضع هذا كل يجري أمام مرأة العالم ومسمع العالم والمجتمع الدولي الذي يتغنى بحقوق الإنسان بكل تأكيد ما يجري هي فضائع ومجازر والآن قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وأيضا على شفا مجاعة عامة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل وكمان نخشى أن يكون هناك انتشار الأمراض هناك أكثر من 1500 شخص تحت الأنقاض إذا ما كان هناك تحلل الجثث وعدم قدرة الدفاع المدني لرفع الأنقاض ونشل أو انتشال هذه الجثث سيكون هناك مزيدا من الكوارث التي نعيشها كفلسطيني كوارث بيئية وصحية بيئية وصحية بطبيعة الحال وإنسانية وإنسانية طبعا وهذا الأخطر برأيي لأن الاحتلال استهدف البشر والحجر والشجر استهدف كل ما هو فلسطيني وأنا أتساءل أيضا كفلسطيني ما هي القيمة العسكرية عندما تقوم الف 16 أو 35 وهذا الطيار الإسرائيلي بقصف الأطفال اللي صاروا اليوم 2055 طفل وفي عنا حوالى 5000 طفل شو هي القيمة العسكرية لاستهداف هؤلاء الأطفال العالم أصم بكل تأكيد والعالم يعني تباكى على قيام المقاومة باستهداف العسكريين الإسرائيليين ولكنه لم يتباكى ولم يتحدث لغاية اللحظة عن الانتهاكات والفضائع والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا لسيما الأطفال والشيوخ والنساء وإلى آخرهم وعندنا كمان استهداف للمستشفيات واستهداف أيضا لأماكن العبادة أنا برأيي المتواضع بأنه يجب أن لا نتفاجأ يعني المفاجأة أن نتفاجأ أن هذا العالم يتعامل ويكيل بميكيالين ولديه سياسة خارجية مزدوجة لا علينا أن لا نتفاجأ لأن هذا العالم وهذه يعني عواصم قرار الدولة التي تتحدث عنها هي من أنشأت إسرائيل وهي من أوجدت إسرائيل في المشرك وهي التي تدعمها لغاية اللحظة وعندما كان هناك في اللحظة التي شعرت هذه الدول أن إسرائيل مهددة من الناحية الوجودية تحركت ومهم أيضا أن نتذكر أن على الرغم من الثورة الفرنسية ومبادئها وقيمها وشعاراتها إلا أن هؤلاء الأشخاص أو هذه الدولة هي اللحظة التي استعمرت الجزائر وقتلت مليون أونس وما زالت لغاية اللحظة تحتفظ بجماجم الثوار الجزائريين بريطانيا أيضا ألمانيا التي خاضت حربين عالميين وأزهقت ملايين الأرواح ما بين قتيل ومشرد وجريح إلى آخره وهي التي أحرقت اليهود نحن نتحمل مسؤولية ما يجري أو ما جرى في السابق كفلسطينيين ولكن هذا العالم بكل تأكيد مصالحه في الوقت الذي يقف العرب متفرجين لو كان هناك موقفا عربيا رسميا حاسما حازما يعبر عن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وارتقى لحجم هذا العدوان قطعا هذا العالم سيتراجع لأن العالم كله وأي دولة في العالم هي تلحق مصالحها كما يقال وهي عبيدة مصالحها وبالتالي عندما لا تتضرر مصالح هذه الدول هذا العالم الأصم وهذا العالم الذي لا يرى لن يرانا لأنه مصالحه لم تتضرر لغاية اللحظة وبالتالي نحن نراهن ومازلنا نراهن على الموقف يعني أن يكون هناك موقفا عربيا بالحد الأدنى نتاج هذه الفضائع التي ترتكب بحق أبناء شعبنا إذن يعني الأمم المتحدة في ذات الوقت ليس لديها جوش وأن هنا لا أدافع الأمم المتحدة وليست حكومة دولية مجلس الأمن فشل في اتخاذ ومجلس الأمن فشل لأنه تاريخيا وقف الحرب على الأمر يعني لأنه تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المتحكم من المجلس يعني تتحكم من خلال الفيتو يعني هذا يعني كل ألف باء أصبح لذلك ومكرر يعني التاريخ يعيد نفسه في كثير من الله بكل تأكيد يعني الولايات المتحدة أكثر دولة في العالم في مجلس الأمن من الأعضاء الدائمين من استخدم الفيتو اتجاه قضيتنا الوطنية والولايات المتحدة هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل والحزب الجمهوري أو الديمقراطي يعني السياستهم الخارجية كدولة اتجاه إسرائيل فيه هناك ثابت يعني هناك ثابت ومتحول في السياسة الخارجية وبالتالي يعني لا يوجد هناك جديد بزيارة بايدين كان هناك تأكيد على المواقف التقليدية الكلاسيكية للولايات المتحدة الأمريكية اتجاه إسرائيل نعم هذا الدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كان بمثابة الضوء الأخضر الكبير لإسرائيل لاقتراف المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا وهو رخصة من هذه الدول التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعتبر نفسها أنها الدول الليبرالية الأهم في العالم والتي تتشدق بهذه الحقوق هي التي أعطت هذا الضوء ولكن مرة أخرى لو قابل هذه المواقف مواقف عربية رسمية لما وصلنا إلى هذه المرحلة اليوم يصل ماكرون إلى تل أبيب لتأييد ودعمه لأول مرة يصل هذا العدد من الرؤساء إلى تل أبيب لأن هناك تهديد وجوده الموضوع مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين أنه بالشق الثاني وبالنظرة الثانية هذه الزيارات المتتالية لعواصم القرار الدولي إلى دولة الاحتلال هذا يؤكد بأن إسرائيل عندما وجهت لها هذه الضربة ومرمغت كرامتها إذا كان لديها كرامة في الأرض هذا الموضوع مرتبط بالشيء الوجودي وأيضا مرتبط بوظيفة إسرائيل هذه الدول تريد أن تقول لدولة الاحتلال بأنك كدولة وظيفية كي يطول لهذه الدول الاستعمارية نحن ما زلنا وسنبقى نحافظ على وجودها الغرب والوليات المتحدة له شيئين في المنطقة الموضوع الأول له علاقة بالحفاظ على أمن ووجود إسرائيل وتفوقها النوعي والمسألة الثانية لها علاقة بمصالح هذه الدول بأن لا تتضرر وهم يعلمون تماما بأن إسرائيل هي التي تحمي هذه المصالح والموضوع أبعد بأن لا يكون هناك مشروعا نهضويا عربيا في المنطقة وأن تبقى خطوط التجارة وأن تبقى الأسواق مفتوحة وأن تبقى النفط ومشتقاته وغيره تتدفق إلى هذه الدول إذن هذه الدول هي تلحق مصالحها ويعني تقاتل من أجل مصالحها لكن دائما نسأل بأن هذا الموقف العربي المشين وهذا الموقف العربي المتردي وهذا الموقف العربي لا أقول الغير مفهوم ولكن بالحد الأدنى هذا الموقف المعيب يجب أن يكون هناك مراجعة لمواقف العرب ولترديهم وهذا يؤكد بأننا التاريخيا موزعين الهوى ما بين الغساسنا والمناذرة ما بين الفرس والروف وكنا ما بين بريطانيا وفرنسا واليوم يعني اتجاه الولايات المتحدة هذا يؤكد على أننا نحن أيضا يعني نحتمي بالاستعمار وأن هذه الأنظمة خلقها الاستعمار وجاء بها الاستعمار لم تتخلص بعد من هذا الانتدار أكيد لم تتخلص وبالحد الأدنى كما قال اليساريين يوم الأيام أقل ما يمكن وصوا لهذه الأنظمة بأنها أنظمة كامبرادور ليس أكثر طيب دكتور أمر دعنا نتحدث قليلا عن دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية اليوم التي ترصد هذه الانتهاكات بالتتابع في قطاع غزة من انتهاك للطفولة والأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات واللوازم الطبية والطعام وكل شيء برأيك هل يوجد أي دور مهم للمجتمع المدني في التصدي لما يجري أو رفع الصوت عاليا؟ بكل تأكيد المجتمع المدني مؤسسات حقوق الإنسان وكل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من اللحظة الأولى تداعت والتقت واجتمعت وتعمل في الميدان ونحن نسمحي لأن أوجه تحية كبيرة للمؤسسات الحقوقية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة التي تعمل تحت القصف والتي أيضا استهدف أيضا زملائنا بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يعني استهدف العديد وجمعية المرأة العاملة وعديد من زملائنا وزميلاتنا في المؤسسات تم استهدافهم بشكل مباشر المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية كان هناك اجتماع من اللحظة الأولى وطرحت يعني العديد من القضايا كان الموضوع مرتبط في البداية يعني يكون هناك حملة إغاثة ولكن أوقف هذا الموضوع لأنه لا يمكن أن يكون هناك إنسيابية يعني بأن الاحتلال لن يسمح بخروج شاحنات إلى الأردن الأردن ثم وبالتالي يعني ذهبنا إلى أن يكون هناك تبرعات مالية ومن خلال زملائنا في مصر وزملائنا في قطاع غزة يمكن أن يكون هناك يعني تقديم ما يمكن تقديمه للنازحين على وجه التحديد هذا في الجانب الثاني اللقاءات التي تمت مع سفراء معتمدين وأيضا قناصل وأيضا يعني كان هناك رسالة وجهت إلى القيادة الروسية وإلى القيادة الصينية بهذا المضمار وأعتقد أنه كان هناك اجتماعا أيضا مع السفير المصري حول يعني ذات الموضوع بالإضافة لذلك هناك تواصل يومي ودائم بل لحظي بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وأيضا المؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي موضوعة المظاهرات وموضوعة يعني ما يجري في العواصم الغربية والمدن الغربية على وجه التحديد هناك تواصل أيضا مع المؤسسات الحقوقية والمدنية في هذه الدول يعني المجتمع المدني صراحة يعني كان حاضرا وسيبقى حاضرا ولكن كما تعلمي بأن أصل الأمم المتحدة لم يكن بمقدورها أن تدخل المساعدة إلى قطاع غزة بفعل يعني الرفض الإسرائيلي والموقف العربي المتلك ولكن يعني نحن في المجتمع المدني هذه قضيتنا هذا وطننا وما يجري من اعتداءات جسيمة هذه مسؤوليتنا أن نتصدى لها مش بس يعني أن نفضح هذه الانتهاكات بل أن نتصدى لها على المستوى الدولي طبعا توثيق وإلى آخره كل المؤسسات يعني تقوم بما تستطيع من توثيق ولكن جذر الموضوع أنا برأي السياسي والموضوع بحاجة إلى موقف يعني سياسي خصوصا من الدول العربية الموضوع مش بس حقوقي وليس قانوني على أهميته يعني غدا ستكون هذه الملفات أمام الجنائية الدولية ولكن الجنائية الدولية كما تعلم ويعلم الجميع هذا التلك وعدم يعني إنجاز الملفات اللي بحوزتها من 2014 حتى اللحظة بفعل يعني الضغط الأوروبي والأمريكي ولكن نحن نذهب إلى مسارات أخرى إلى يعني علاقة بالموضوع الاقتصادي الموضوع الرياضي الموضوع الفني الرأي العام الأحزاب يعني البرلمانيين وغير ذلك كنتم في مركز شمس قد حذرتم من أن ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف للمدنيين الآمنين هو نية مبيتة للقيام بعمليات تهجير قصري وإبعاد جماعي أيضا وهذا مستمر في قطاع غازة دكتور عمر ومهم جدا أيضا تسيط التقارير التي تتحدث عن مخططات لتهجير كامل لسكان قطاع غزة يعني موجودة وبدأت الكثير من يعني المحللين يتحدثون عنها ما صدر عن جيش الاحتلال من دعوة للمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب قلتم ما هو الانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هذا التهجير القصري والمخطط يعني أيضا لا يلقى اهتمام كافي من المجتمع الدولي ونحن نتحدث فعليا عن تهجير قصري للمدنيين واستمرار في الدعوات بأن ينزحوا من الشمال إلى جنوب قطاع غزة يعني هذا ما جاء في بياننا حقيقة وصلتنا الضوء عليه لأنه قد نكون بتواضع أول مؤسسة نسلط الضوء على موضوع الهندسة القادمة خصوصا الديمغرافية المشهد الديمغرافي والجغرافي في قطاع غزة وعلينا هنا أن نذكر أن قطاع غزة 365 كم مربع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يسكنون فقط على 40% من المساحة الإجمالية اليوم يعني حتى قبل الحرب فقط يسكن على 40% أصلا كان هناك 40% لأنه أيضا هناك السياج وفي هناك ممرات هذا بالإضافة إلى آخره وعلينا أيضا أن نتذكر بأنه حسب الإحصاء الفلسطيني أعلى كثافة السكان في العالم في قطاع غزة 5500 شخص لكل كيلومتر مربع اليوم يعني بيت حنون وبيت لهيا وإلى آخره عندما دمر 60% الاحتلال لديه تجارب سابقة يعني مهم هنا الإشارة أنه حرب 78 في شهر يعني آذار 78 عندما قامت دولة الاحتلال بغزوها الأول إلى لبنان في 78 كان الهدف الأساسي هو إبعاد قوات الثورة الفلسطينية إلى مبعد حرب الليطاني وفي 82 أيضا كان هدف أن يكون هناك إبعاد أكبر وأكثر اليوم الاحتلال لديه إدراك أن هذه الحدود القريبة في قطاع غزة إلى مستوطنات الغلاف وإلى دولة الاحتلال يعني تشكل خطرا وجوديا عليه وبالتالي ما حصل يعني من انتهاكات جسيمة ليس أيضا الطلب ولكن من هدم وتسوية المباني بالأرض بعمحوان بحيث لا يستطيع العودة إلى منزل العودة مستحيلة وهذا له علاقة لاحقا بالنتائج السياسية للحرب وأتمنى أن لا يكون ذلك بأن يكون هناك اشتراطات وأن يكون هناك ضغطا عربيا في أن يكون على الأقل يعني كيلومتر للداخل أو أقل على مناطق ما يتسمى مناطق حرام أو ما سمها الاحتلال يوم من الأيام الحزام الأمني كما حصل في جنوب لبنان بعد 1982 ويأخذوا من هذه الأراضي طبعا هذا ما يخيفنا إذا ما وضعت الحرب أوزارها بأن يكون هناك على الأرض اشتراطات إسرائيلية بأن تكون هذه المناطق مناطق معزولة ومناطق حرام ومناطق لا تكترب منها المقاوم والمواطنين الفلسطينين وبالتالي دولة الاحتلال عندما أشارت من اللحظة الأولى بضرورة مغادرة المواطنين وتهجير المواطنين إلى الغرب هذه واحدة من الأهداف السياسية للحرب بأن لا يكون هناك خطوط تماث مباشرة ما بين المقاومة ودولة الاحتلال بعض العرب للأسف شديد بأنهم تناولوا الموضوع بالسخفاف وتحدثوا عن أمنهم القومي دون أن يتحدثوا عن مخاطر هذه الخطوة ونتائجها السياسية وبالتالي نعم نقل السكان وإجبار السكان على الرحيل بقوة السلاح ورغما عنهم نعم هذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات حقوق الإنسان هذا ألف باء ولكن نحن نخشى النتائج السياسية وأن يكون هذا التهجير المؤقت الذي حصل والتسوية تسوية المباني في الأرض بأن تكون دائما وأن تكون إحدى أهم الأهداف السياسية لدولة الاحتلال بأن لا يكون هناك تماثا وأن لا يكون هناك اقترابا للمقاومة من هذه المناطق لأن الاحتلال يعي تماما أن المناطق الشرقية والشمالية هي تشكل خطورة كبيرة على وجوده وأنا أعتقد وليس لدي أي معلومات بأن أيضا المقاومة كانت تستخدم بعض الأماكن الزراعية في تلك المناطق لانطلاقها خصوصا القريبة من السياج من الذي يجب أن يتنبه لهذه المخاطر من التهجير القصري نحن نتحدث هناك مصر وأيضا القيادة الفلسطينية والأردن هذه الدول في رصد ردود أفعالها مصر كما قال سيطرف أي تهجير لأي فلسطينيين إلى سيناء ولم نسمع أي شيء آخر بعد ذلك لكن من يجب أن يتنبه برأيك وأن يرفع صوت على أن تجاه هذا المخطط شوف الموقف الفلسطيني واضح سواء كان رسمي أو الشر بأنه لن نقبل أن تكون هناك نكب أخرى وأن يكون هناك ترحيل هذه أراضينا يعني مش بس بموجب القانون الدولي وقرارة شرعية الدولية يعني بالأسبقية التاريخية نحن على هذه الأرض وبالتالي نحن لا ننتظر لا قرارات مجلس الأمن ولا الجمعية العامة ولا يعني قرارا من هذه الدولة أو تلك أن يقول لنا بأن الفلسطيني موجود على أرضه أنا أعتقد بأن العالم مش بس الأردن ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية والمقاومة ومؤسسات حقوق الإنسان أو المجتمع المديني تقول بأن هذه الأرض هي أراضي فلسطينية على العكس تماما العالم جميعا مطالب بما فيه الأمم المتحدة بالتأكيد على أن هذا التهجير القصري هو غير مشروع وغير قانوني وغير إنساني وبالتالي المطالبة الحثيثة بعودة الناس والمواطنين الفلسطينيين إلى أرضهم وإلى بيوتهم وإن كانت مهدمة وبالتالي ستأتي اللحظة التي سيتم بها الإعمار بطبيعة الحال ولكن علينا ألا نقبل والناس بالمناسبة موقف الأهل في قطاع غزي عندما يقول بأنني مسعد أن أموت على أن أرحل هذا كان بالنسبة إلنا قرارا على الإصرار على البقاء رغم الخسائر التي منينا فيها والتضحيات الكبيرة التي أيضا دفعها الأهل في قطاع غزي ولكن هذا يؤكد بأنه لا رحيل لا ترحيل وأنه لا نكبة جديدة كما حصل في الثمان وأربعين والنزوح في السبع وستين وبالتالي هذا يعني يعبر عن تمسكنا في الأرض وتضحيتنا وأننا لن نرحل حتى لو كان في هناك يعني قتل وتهجير واستخدام مفرط للقوة لكن العالم مش بس الدول العربية بطبيعة الحال والفلسطينيين اللي عليهم أن يتنبهوا لهذا الموضوع أيضا العالم عليه أن يتنبه أن هذا التهجير هو مخالف وأنه هذه أرضنا وبالتالي العالم عليه أن يتحرك من أجل أن لا يكون هناك كارثة أخرى يمنى بها الفلسطينيين جراء هذه الاعتداءات وبالمناسبة يعني ما يحصل في قطاع غزي أنا أعتقد بأنه لم يحصل هذا الدمار بعد الحرب العالمية الثانية وأن هذا الاستهداف للمدنيين هذا بس النازيين استخدموا يعني الطائرات واستخدموا هذه القوة المفرطة في لندن وفي باريس وعلى ماكرون اللي اليوم بدوا زور بلادنا ورئيس الوزراء البريطاني اللي كان قبل بأنه يتذكر تماما وأن يقرأوا التاريخ بأن هتلر وقوات هتلر والقوات النازية هي التي دكت يعني عواصمهم وهي التي قتلت المدنيين وما يجري في قطاع غزي بطبيعة الحال لا يختلف بأي حال من الأحوال عما حصل في الحرب العالمية الثانية والشيوخ والسهداف المدنيين الفلسطينيين هذا يشفي يعني غليل الاحتلال وأن ما يجري يعيد قليلا من الاعتبار لجيش الاحتلال فليعترف هذا العالم الذي ينافق الأصم الأبكى العالم الذي يكيب ميكيالين أن قتل الفلسطينيين على هذا النحو هو من أجل إعادة الاعتبار لجيش مرمغة إذا كان لديه شرفا عسكريا يعني شرفا العسكري بالترب شكرا جزيلا لك دكتور عمر رحال لتواجدك معنا اليوم في الستوديو مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس تحية لك